مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي المدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ تلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة في مملكة البحر وقد أعرب البيان عن استنكاره وإدانته لاستمرار تدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين من خلال تأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثورية الإيراني وحزب الله الإرهابي إضافة إلى مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار مؤكداً البيان أن كل هذه الممارسات تتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولية وجدد المجلس الوزاري تأكيده على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليش العربية باعتبار حزب الله بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له منظمة إرهابية كما أكد المجلس استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ومساندة كل الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال وفي الشأن اليمني أكد المجلس الوزاري التزام دول مجلس التعاون الكامل بوحدة اليمن واحترام بسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مؤكداً أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2216 وقد بارك المجلس افتتاح مركز العمليات البحرية الموحد لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين والذي يأتي تعزيزاً للتعاون العسكري المشترك بين الدول الأعضاء وقد تدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد كما أشهد المجلس الوزاري بقيادة المملكة العربية السعودية للتمرين العسكري رعد الشمال الذي أقامته على أراضيها خلال شهر فبراير 2016 ومشاركة قوات درع الجزيرة وقوات من عشرين دولة منها دول المجلس والدول العربية والإسلامية والصديقة معتبرا تلك التدريبات نموذجا للتضامن والتعاون المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة وبما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية والإسلامية ويؤكد تضامنها وتكاتفها أما في شأن اللبناني فقد أعرب المجلس عن تأييده لقرار المملكة العربية السعودية إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية ووفق مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دعيا الحكومة اللبنانية إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي بعيدا عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى بحزب الله مؤكدا وقوفه ومساندته للشعب اللبناني الشقيق وحقه بالعيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة كما بحث المجلس أهم القضايا وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كالاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة والبرنامج النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والأزمة السورية والعراق من جانب آخر عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة ممثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية اجتماعهم الوزارية المشترك الخامس اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وقد ثمن الاجتماع الوزاري المشترك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع نتائج الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الأهمية التي يليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار وتخدم المصالح والأهداف المشتركة وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعاون التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والتي دخل معظمها حيز التنفيذ بما سيعود بالمنفعة والخير على مواطني هذين البلدين وقد عكست مباحثات الوزراء تتابق وجهة النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية كما تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية على صعيد آخر اجتمع أصحاب السمو المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون على مواصلة دعمهم للشرعية في اليمن وحرصهم الشديد على وحدة اليمن واستقلاله ورفضهم لأي تدخل في شؤونه الداخلية ودعمهم للحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1216 وقد قدم وزير خارجية الجمهورية اليمنية شرحا مفصلا حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن مشيدا بدور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حفظ الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة